اشتركوا في القناة القوس مر عليه سنوات صعبة جدا اذته بشكل كبير ثلاث سنوات زحل كان في العقرب بيت متاعبهم ثلاث تقريبا ثلاث سنوات موجود زحل عندهم وبعدين زحل انتقل لبيت المال اذاهم كثير وضغطهم ماليا ونفسيا وجسديا ودخلهم بمئة الف باب وباب يعني ربنا يكون بعنهم لكن بالنسبة لهاي السنة يعني المشتري بما انه انتقل ودخل على بيت المال فهذا رح يعطيك فرص مالية جديدة تعودوا شوي من المخاسر اللي انت خسرتوها او الضغطات اللي انت ضغطوها خلال فترة السنوات الماضية ممكن تستردوا مال او شيء من منتلكاتك وبرجعلكو ممكن تكونوا رفعين قضية على احد او بتطالبه بورثة معينة او بشيء معين وهذا الشيء يتحقق في خلال هذا العام تحققوا نتائج ان شاء الله تعالى ومنكو رح يحصل على هدية او على جائزة خلال هذا العام لكن برضو انه مش كل موليد القوس رح يستفيدوا من هاي الامور بشكل مطلق ممكن ينائلوا نوع من انواع الصعوبة خلال عام هذا اللي هم موليد العشرية الثالثة لانه زحل لسا موجود في العشرية الثالثة هاي خصوصا لهم موليد من عشر الى واحد وعشرين اتناش يعني الزحل رح شوي يضغطهم ماليا عليهم ضبط ميزانيتهم بشكل جيد بدهم ما يدخلوا في اي مشاريع جديدة لانه ممكن انه ما يقدروا انهم يتواصلوا او يواصلوا العمل في هذا المشروع ورح تزيد عليهم النفقات والاعباء خلال فترة هذا العام الله يكون لكم معين وايها السنهاية وبعدين زحل طالع من عندكم نهائيا ان شاء الله انه يعني بتتنفسوا السعداء في هذه اللحظة بتستفيدوا من الفترات الجاية بشكل اكبر على موليد من 13 لغاية 17-12 هدولا بدهم ينتبهوا انه في تغيير مفاجئ وحاد في وضعهم المالي يعني منهم ممكن يدخلوا بازمة مالية الازمة المالية هاي يعني ما يكون لها حل بشكل سهل هم موليد من 13 لغاية 17-12 بدهم ينتبهوا لوضعهم المادية للسجلات البنكية للمعاملات البنكية بدهم ينتبهوا من اي مشروع او اي مشروعهم بيشتغلوا فيه من اي خلل ممكن انه يكون نتائجه مش سهلة اما بالنسبة للي من برج القوس بده يشتري بيت او بده يبيع بيت او بده يغير بيت عليه انه يتأكد من امكانية تنفيذ هذا الاشي والتزاماته وما يترك لخياله انه يرسم له واقع وهمي يعني ما يقول لا انا هاي الامور بده ادخل فيها المغامرة ورح تزبط معي اكيد لاني انا لا ما تعيش بالوهم ادرس وضعك بشكل صحيح لانه اي مغامرة في هذا المجال عواقبها ما رح تكون سهلة وخصوصا موليد من 7 ل 11-12 ما يغامروا نهائيا بها الموليد بدهم يغامروا يغامروا ما عندهم اي مشكلة طالما ما في تحذيرات ولكن التحذير المباشر لهدول الموليد اللي هم من 7-7-8-9-10-11 اللي هم خمس ايام من موليد برج القوس هدول بدهم ينتبهوا ما يغامروا يدرسوا وضعهم بشكل ايجابي ما يتهوروا ويقولوا لا الامور بتنحل ويلا وربنا بيسر ماشي ربنا بيسر احنا عارفين انه ربنا بيسر كل صعب ولكن برضو اعقل وتوكل افهم قبل ما تخطو هاي الخطوة انه لازم ابقى دارس وضعي انا قبل ما ادخل فيه اما بالنسبة لما وليد من 22-30 هدولا بيواجهوا تغيير مفاجئ في مجال العمل بالرغم من علاقاتهم مع زملائهم بدهم ينتبهوا لصحتهم اللي بشعر باعراض غير اعتيادية عليه انه ما يهمل الفحص الطبي والعلاجات لانه وضعهم رح يكون حساس السنهاي طاقتهم رح تكون نازلة شوي سهل جدا انهم يمرضوا بدهم ينتبهوا اما بالنسبة للمريخ اللي رح يعني فترة طويلة بده يظل موجود في الحمل والحمل هو بيت يعني داعم لالكو هو بيت الحضوض المطلقة بالنسبة لالكو ولكن المريخ وجوده في هذا البيت شوي رح يصعب الامور عليكو خصوصا فترة تراجعه اللي هي من 10-9-14-11 هاي بدكو تديروا بالكو بطريقة التعاملكو مع احبائكو بدكو تعرفوا كيف تتعاملوا مع احبائكو تستوعبوهم ما تعصبوا لأدفه الاسباب اللي ما توصل الامور تتطور لمرحلة انه ما تقدروا تعلجوا اي امر ما بدكو تبالغوا في تجربة حظكو بهاي الفترات اللي هي خصوصا فترة من 28-6 لنهاية العام وتحديدا من 10-9 على 14-11 بالنسبة لكوكب الزهرة اللي برضو رح يتواجد في الجوزاء اللي هو مقابلكو بيت الشراكة تواجدوا في البيت رح يعطيكو ايجابية بفترات ما قبل وما بعد ولكن من 13-5 إلى 25-6 وجودوا في الجوزاء هاد يعني بمعنى آخر بتكونوا أكثر دبلوماسية أثناء التعامل مع الآخرين لا سيما أحباكو شراكاكو بالعمل شراكاكو بالعاطفة بتكونوا حذرين جدا وانت بتتعاملوا معهم ما تعصبوا وما توصلوا الأمور لباب مغلق ممكن ما تقدروا تفتحوا مرة ثانية اللي بيشتغلوا في مجالات الأوراق المالية والبورصة والعملات في مجال التجميل أو بدهم يعملوا عمليات تجميل بالفترة هاي نهائيا ما تدخلوا ولا حتى بصفقات تجارية ولا بأي شيء يعني حاولوا انكو تأجلوا الموضوع الحديث ما تطلعوا من الفترة الصعبة هاي مواضيع انه تدخلوا بعلاقة غرامية وتحاولوا انكو تطوروها بالفترة هاي وتكونوا تدخلوا خطبة وزفاف وتكونوا تدرسوها صح لانه ما رح تكونوا انتو مركزين عواطفك ورح تطغى عليكو اكثر فعشان هيك بتكونوا حذرين في فترة تراجع الزهرة الآن ورقوا قلم وسجلوا التواريخ هاي اللي انا رح احكيها لانه هاي التواريخ رح تستفيدوا منها ان شاء الله تعالى وتكونوا عون لكو خلال السنة هاي انكو انتو تعرفوا ايمتا تستغلوا ايمتا توقفوا على اساس انه وايش اللي بتكونوا تتحركوا فيه بالضبط افضل الفترات العاطفية خلال هاي السنة اللي هي من 7-2 لغاية 5-3 ومن 23 لغاية 13-5 ومن 25-6 لغاية 22-8 ومن 6-9 لغاية 12 ومن 15-12 حتى نهاية العام افضل فترات المال اللي هي من بداية العام وحتى 16-1 ومن 20-8 لغاية 5-9 ومن 12 لغاية 28-10 ومن 21-12 حتى نهاية العام بالنسبة لفترات العمل من 5-3 لغاية 3-4 ومن 27-4 لغاية 11-5 ومن 20-8 لغاية 5-9 ومن 12-12 لغاية 28-10 اما بالنسبة للفترات الصعبة خلال هذا العام اللي هي من 19-4 لـ 28-6 ومن 23-10 لغاية 21-11 ما تنسوا فترة التراجع المريخ او تواجد المريخ بدنا نحصرها اللي هي من 28-6 لنهاية العام وتراجع الزهرة اللي هي من 13-5 لغاية 25-6 هاي الفترات الصعبة ما يعني انه هاي فترات صعبة اني انا بده اقعد في البيت وسكر على حاله وخلص انتهت الحياة في فترات ايجابية موجودة احنا ذكرنا تباريخ ممكن ترافق نفس الفترات الصعبة هاي اعرفوا انكم كيف تنتبهوا كيف تستغلوا ان كان في العمل او في العاطفي او في المال وان شاء الله انه ربنا بعطيكم خير هاي السنة وبصرف عنكم شرها ما بضغطكم ولا بدخلكوا في دوامة انكم ما تعرفوا تتصرفوا خلال هذا العام ويكون اخف من الاعوام اللي مضت عليكم ما تنسوني من صالح الدعاء وهذا اللي احنا حكينا كل ياته هاي توقعات مش تنبؤات احنا ما منعلم الغيب ما ان علاقة بالغيب نهائيا ممكن كل اللي انا حكيته وهذا ما يصير منه اشي ممكن كل اللي انا حكيته يصير كل ياته يعني ايد ربنا ربنا هو الوحيد اللي قادر على كل شي انا ربنا اعطاني هذا العلم فانا طلعت بهاي المحصل اللي احطها انا بين ايديكو واكون انا ممكن سبب اني انقذ ناس من ورطات ومن مشاكل يعني ما بيعرف الواحد ايش المكتوب عشان هيكم نحكي والله اعلم بالبداية والنهاية ويا رضى الله ويا رضى الوالدين اهم شيء وهي بدكو تلتزموا فيها رضى الله ورضى الوالدين وبوصيكو فيها وتنسونيش من الدعاء كمان مرة بارجع بذكركم لانكو بتنسوا بعد مرات بعرفكم انا كل عام انتم بخير نشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة